أهلا بحضراتكم مرة تانية مباراة غاية في الأهمية الأهلي مع بيرامدز بكرة بإذن الله تعالى ساعة 8 بالليل على أستاذ الأهلي والسلام مباراة مهمة عشان هي مباراة قورة وفي إطار منافسة بالمناسبة في إطار منافسة على بطولة الدورة آه لسه بدري على البطولة لسه في مباريات كتير عدد كبير من النقاط قدامك لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين ناخد المباراة في اتجاه تاني خالص يعني هي مطش أو ما هو مطش زي أي مطش تاني آه فريق بيرامدز اللي بيختلف في المباراة دي عن أي مباراة أخرى إن فريق بيرامدز قوي السنة دي عنده طموح المنافسة على بطولة الدورة ماشين كويس أو يصرحها في البطولة وبيكسبوا وتعادلوا تقريبا مطشين بس لحد دلوقتي وكسبين باقي وهو الفريق الوحيد اللي مخسرش ولا مرة زيه زي النادي الأهل هم دول في القتن مخسروش خالص في الدورة حتى الآن إن شاء الله تكون الخسارة الأولى ليهم بكرة قدام الأهلي من خلال مباراة تكون كبيرة بالنسبة لعبتنا الرجالة بالنسبة للجهاز الفني المميز ومن خلال دعم الجماهير أيضا من الألفين واحدة الممكن يكونوا موجودين في المباراة بكرة كلها أمور هتكون إيجابية في صلاح الفرقة لكن في نفس الوقت يعني هي فرقة عندها عناصر مميزة سواء بقى بتتكلم في شريف إكرامي كعليس مرمى بتتكلم في خط الدفاع أحمد سامي بتتكلم عمر جابر محمد حمدي في ناس كتير في دونجة في نصر المعافي إبراهيمة اللعب الجديد إبراهيمة كنتيه باين مشاكل اسمه إيه الأول اللعب بتاع بوركينة لعب مميز جدا أبراهيمة تراوري صح تقريبا وعندهم عبدالله السعيد رمضان صبحي فيه الولد المهاجم لكاي لعب مميز جدا المهاجم بتاع بيرامدس فكلهم فرقة تقيل فرقة قوية فبالتالي أنت أكيد حتبقى مرتب سيناريو مختلف لمواجهة هذا الفريق وإنك إزاي تتغلب عليه لأن بصراحة هو المنافس المباشر لك على طولة الدورة فبالتالي حسابات واستعدادات كتير بالنسبة للأهلي أو مش كتير والله بصراحة عشان ما كنش بقول كلامه خلاص هو الأهلي يستعد إمتى النهار ده وبيستعد الدقاءة يا بكال مع حضراتكم نران شغال وهو المران الوحيد للفرقة قبل مباراة كبيرة زي مباراة بيراميز ده نظرا لضغط المباراة الكتير نظرا العدد الكبير من المواجهات اللي بيأخذها النادي الأهلي على مختلف الأصعاد عالميا قبل كده وإفريقيا ومحليا حاليا فبالتالي الأمور مش سهلة صعبة عايزة رجالك تركيز كبير جدا بفصل تام عن أي مباراة والتانية لأن برضو عملية الفصل دي تبقى مهمة وبتخليك تركز بشكل أكبر في كل مباراة على حدة هو ده المطلوب دعم الجمهور موجود بصراحة ومساندة موجودة ما فيش أي مشكلة خالص ترجمة نانسي قنقر